الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل حظية باهتمام كبير قد لا يقتصر على الأوساط السياسية المحلية بل تتعده إلى المنطقة الإقليمية والعالمية وذلك لأنه سيضمن إعادة قرابة نصف مليون برميل نفط يوميا إلى السوق العالمية بعد تعليق تصديرها لمدة عشرة أيام عبر ميناء جهان تركي عقب قرار غرفة التحكيم الدولية بمنع تصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد ولا يمثل الاتفاق الذي رعاه رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني والذي تم الإعلان عن توقعه مع رئيس وزراء كردستان مسرور برزان حلان لمسألة تعليق تصدير النفط فحسب بل يعد الاتفاق الأول من نوعي بين بغداد وأقليم كردستان لتصدير نفط الأقليم بإشراف بغداد بعد سنوات من العزلة الاتفاق بين بغداد والإقليم حول ملف النفط خطوة نيجابية في صالح المواطنة ويجب أن يتبعه تشريع قانون النفط والغاز العراقي ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي هو أساس الاستقرار الأمني الاتفاق النفطي بداية خير لتفاهم مشترك حول جميع الملفات الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد ولكي تبدأ بمجبه صفحة جديدة من العلاقات الإيجابية والتعاون الذي تكرس فيه العدالة بين فئات المجتمع وجميع المحافظات والقصبات وهذه مسؤولية الجميع إذن فهذه المرة المرة الأولى التي يتم فيها توصل إلى اتفاق يتم من خلاله إيداع الإرادات الكلية للنفط المنتج ومشتقته في حقول الأقليم في حساب مصرفي واحد لجميع الإرادات دون أي استقطاعات لأي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الأقليم أو من يخوله بصلاحية الصرف أن الحساب سيخضع لرقابة الحكومة الاتحادية وستغلق كافة الحسابات المماثلة الأخرى موسيقى